اشتركوا في القناة التنفيذي للهيئة أن الدعم الذي يحظى به القطاع الحكومي من لدن جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في سبيل تطوير الخدمات الحكومية عبر التقنيات الحديثة وتوفيرها عبر مختلف القنوات الإلكترونية والأجهزة الذكية يأتي تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الشامل بالمملكة مشيرا إلى حرص الهيئة في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة والتزامها بتنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة وأسعيها لتنفيذ توجيهة اللجنة العليا للتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سموب الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مؤكدا في ذات السياق الحرص على تنفيذ التوجيهات المستمرة لمعالي وزير الداخلية والهدفة للارتقاء بجودة ومستوى الخدمات والقطاع الحكومي بما ينعكس أثره إيجابا على المواطن والمقيم وأوضح القائد أن الهيئة وفي إطار تنفيذها الاستراتيجية التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي بالمملكة تمكنت من تحقيق جملة من الإنجازات إنعكست وبشكل إيجابي في ثمانية قطاعات حكومية هذا وأكد مواصلة الجهود المشتركة مع كافة القطاعات الحكومية بما يدعم برنامج الحكومة الإلكترونية الداعم للتنمية المستدامة وتحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 الرقم الإحصائي الأهم اللي أنا اليوم ودي أبينها وهو وصول عدد أو نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية 91% صحيح أن نحن ركزنا على حوالي 600 خدمة من 1200 خدمة لكن هذه 600 خدمة تمثل أكثر من 95% من المعاملات التي تقدمها الحكومة ترجمة نانسي قنع